ازاي انت كانت الزمالك وما كنتش في حالتك وتحافظ برضو على هيبتك وانك انت تكسب المباراة او على الاقل لو انت off day تتعادل ما تتغلبش هو ده الزمالك اللي عمله قدام الشريال الاسترقاملين اه انه مش مستوية بس يقدر بلامسة من الجزيرة لزيزو ليه ما حصلش في ام بي اه لانه طبعا لازم ندي منافس حقه ان المنافس افضل كتير من العابة ام بي كانوا افضل جدا وعين ايه افلين كل مفتاح اللي عابة عندك انت تقريبا الطرفين عندك كانوا اه ما يدلوش ان هما يشكلوا اي خطورة احمد الفتوح تقريبا اه مثلا اه نسبة كرات بعرضية كانت محدودة جدا جدا اه زائد انه بقي يعني طريق حامل مش في مستوية محتاج ايه يضغط على نفسه شوية طريق حامل من بعض الاصابة اه محتاج يرجع عارف احنا سكتنا كبيرة او في طارق اللعياء يعني كتير قوي من جمهور الزمالك بصوا جماعة لعبة الزمالك الموجودين في الوقت الحالي حتى اللي انت يعودهم هما اللي هيكملوا الدورة بالضبط فلازم ان احنا يعني نساندهم او جمهور الزمالك ساندهم ويدعمهم لحد النهاية حتى لو بعضهم ما كانتش مستوى او مستوى او اداء الطبيعي مباراة او اتنين الناس كتير قوي بتكلام الحامض المسلوسي بتكلام الحاجز الامام او على حتى طريق اه اتحامل او 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 بغد نظر دول اللعيبة هما اللي هيكملوا محتاجين لدعمهم عشان يستعيدوا مستواهم مش جمهور الزمالك يهاجمهم عشان يأثر عليهم بالسلم انه اغلب دول كانوا بيدعمهم بس الجمهور الزمالك بعد المرشة اللي فات حيا اللعيبة وراح هما حيوا الجمهور وقال لهم برضو يعني ناشدهم بالبطولة الدوري ووقف معاهم بشكل برغبة انت خسرات ما بتحصلش كتير ده كان شيء رائع من جمهور زالك اللي موجود في الملعب لكن بعض اللعيبة بيسمع دايما او بيقرى دايما على الشاشة الميديا وبتأثر ما انا مش هروح للساشة الميديا بقى لو انا روح للساشة الميديا مش هلعب ما انا لا مش هطع من بيتي اساسا المشكلة بقى فيه لعيبة بتأثر واضح ده تأثيره ده اخضر على حمزة مثلا على عيبة زي حمزة واضح انه بيقصع قوي يعني حمزة في الموسم اللي فات مقدم مصن والدور التاني بشكل رائع بزر فارجع يعني انت تملك امكانيات واضح على العودة واضح انك تزبط بدليل انه 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 تقريبا انا امونك هتخال انه الحمزة المسلوسي في الدور التاني وتقريبا في الروب الأخير من الموسم كان مصدر رائع فيه لهجمات الزمالك هجمان ودفاعيا مكانش حتى لا ده حقيقا اقل فانت محتاج ايه تقف مع نفسك وخاصة ان دلوقتي بقى الفرق فيه في فرق في اليام بقى عندك احنا ده زالك في از مكان بيلعب كونه 3-4 ايام مطش السنة اللي فاتك كان افضل سنة انت عندك مساحة من الوقت اكبر ممكن تستعيد فيها وتقف على رجليك مصدر خطورة الزمالك انا عشر بن شارقي برضه كان بقيد عن حالته اه عمر السعيد مكانش احنا متفقين فيه تسع لعيبة كانوا بخارج الخدمة مطش امبي ده حاجة قولة واحدة لانهما الحقيقة انا كنت في الملعب اتفرج على مطش في الملعب وشفت على الطبيعة يمكن في شاشة تلفزيون مبانش قوي انت بيتبين الصورة مع الكورة مع المهاجم بس لكن او المدافع لكن في الملعب لا بتشوف في الملعب كله وقفت لعيبة تحركات حاجات لا حاجات الملعب مختلفة فرجة في الملعب مختلفة تماما وبتقدر من خلالها وانت فوق في المدرجات تحلل الماتش بشكل جيد وتشوف التحركات بشكل جيد